اشتركوا في القناة قد ألقى معالي السيد أنتونيو جوتر إش الأمين العام للأمم المتحدة بيانا عرض فيه تقريره السنوي لعمل الأمم المتحدة حيث استعرض التحديات التي تواجه جميع الدول ومن بينها تنامي الفوضى والأوضاع في الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والقضية الفلسطينية والإرهاب والتهديد النووي وتغير المناخ وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تفرض ضرورة تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين دول العالم من أجل إحلال السلام وتحقيق التقدم الاقتصادي منوها باتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إيرتريا وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والتي تم التوقيع عليها في المملكة العربية السعودية واستعرضت معالي السيدة ماريا فرناندا إسبينوسا جاراسيس رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعض التهديدات التي تواجه جميع دول العالم ومن أهمها العنف والتغير المناخي والفقر والعنصرية والحروب والنزاعات الاقتصادية والإرهاب مؤكدة أن هذه التهديدات تتناقض مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة وتفرض ضرورة المسؤولية المشتركة والعمل المشترك والحوار بما يحقق مصالح الجميع وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد فخامة رئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالخضوات الإيجابية الهائلة التي تحققت في الشرق الأوسط بعد زيارته للمملكة العربية السعودية العام الماضي حيث قامت دول الخليج بإنشاء مركز مكافحة التطرف والإرهاب منوها بتعاون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التوصل لتسوية سياسية في سوريا واليمن والعمل على استقرار الأوضاع مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفيما يتعلق بإيران أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن قادة إيران يؤيدون الدمار والقتل والفوضى ولا يحترمون حقوق الدول وسيادتها وأنهم نهبوا مصادر الأمم وعبأوا بها جيوبهم ونشروا الفوضى في الشرق الأوسط وما أبعد من ذلك ومن أبرز المتحدثين بالمناقشة العامة للجماعية العامة للأمم المتحدة في يومها الأول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من زعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجماعية العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر